مرحب بيكم أعزائي مشاهدين مرة تانية وبنرحب بخابرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس والحديث عن حالات تحكمينا تحياتي كابتن عايمن وتحياتي لكل سيدة المشاهدين وندوبك الكبار الكابتن علاء ميهوب كابتن ناصر كابتن يوسف كابتن عادل كابتن برمكز مبروك لناد الأهلي وإن شاء الله يعني استمرارية وزي ما قلنا احنا كلنا بنعاول على ماتش الوداد إن شاء الله ربنا يوفى نادي الأهلي في ماتش الوداد وإن التحكيم حيبقى لودر كبير جدا في هذه المباراة هارد لاكلي نادي طنطا وحزق أوفر في المواطن القادمة كابتن ايمن أنا عندي بس قبل ما نخش في المباراة عندي حكم هما جدا جدا وهو الوقت بدل الضائح يعني يمكن كتير من الناس ممكن ما بيخدش باله من النقطة ديت ولكن احنا بنكلم ده حق للفريق يعني مش هذه المباراة بس نحن نكلم على كل المباراة اللي جاية لابد إن كنتك حكم يبقى عندك إدارة الوقت إزاي إن كنت تدي الوقت بدل بقى بشكل إسعالي حاول إحنا شوط الوراني بس حصل توقف في الهدف الملغي بالضبط تلت دقائق ونص عندنا حالة أحمد الشيخ وخروجه خارج مدان اللعب للإصابة خد دقيقتين يبقى إحنا عندنا نارضة خمس دقائق ونص عندنا كمان الدرينك بريك اللي هو التوقف للشرب المياه خد دقيقتين في سبع دقائق ونص ودى كم شوط الوراني تلاتة ولا؟ إدى تلات دقائق لا كتير يعني إنت كحكم إنت لو وقفت وإنت اللي عملت الدرينك وإنت اللي عملت المراجعة في الفوار وإنت اللي سمحته وقفت في علاج اللعب المصاب هننكلب في سبع دقائق ونص من فضلك ما ينفعش إنك إنت تدي تلات دقائق ودحق للفريق دي نقطة مهمة جدا مش بس اللي قال الحكم أحمد حمدي هننكلم في المواطن اللي جاية إنه ممكن يكون في فريق يا كابتنا عيمن محتاج الوقت تعشان نعم من سبع دقائق ونص قد تلات دقائق دي النقطة المهمة النقطة التانية بقول كمان الحكم من فضلك من فضلك أنت بتصفر على المخالفة أو ما بتصفرش بتدي استمرار لعب بلاش إنك إنت تشاور بإيدك في كل حالة يا كابتنا عيمن لأن ربما ممكن الفر يرجعك معنى أنك إنت بتشاور معنى أنك إنت شفت معنى أن القرار صحيح طب لو الفر رجعك في حالة من الحالات الإشارة أنت بتديها ملهاش أي معنى فبلاش إنك إنت كل مرة تشاور بإيدك في كل الحالات التحكيمية هنروح لتاكم التحكيم هو مكوم من أحمد حمدي حاكم من الحكام المكتدين من حكام البحيرة ومعنا المساعد رقم واحد رضا جب من الشرقية وأحمد الكلم السويس والحاكم الرابع شريف حاسم من دوليقاط على البرقى عندنا عمر الشناوي وعندنا محمد تابعي من دوليقاط هنشوف إيه الحالة الأولى هنمشي نشوف في القرار فيها الحالة الأولى هنا الحالة هو الحاكم احتسب مخالفة على اللاعب نادل أهلي ونشوف بس إحنا هل هنا في الحزاء بتاع اللاعب نادل أهلي هنا راح لرجل اللاعب كابتن يوسف راح لكورة راح لكورة فأنا بقول إيه من فضلك خد بالتفاصيل ما دخش بالشكل الشكل حانا يغدع الحاكم شايف إنه هنا هو هنا إدى أشهر بطاقة الصفرة ونشايف إنه هنا الصفرة هنا أعتقد هنا مش موجودة وهنا القرار ما كانش قرار هل هو كان وقف صح؟ هو كان في تمركو الصحة ولكن كابتن أنا ممكن أقف صحة كابتن علاء بس تفاصيل الحالة مش عندي يعني تفاصيل الحالة إن أنا أخذ بتفاصيل الحالة أشوف القدم راحت فين بالزبط احنا شوفنا هنا القدم رايحة شوفنا إنه هنا القدم هنا رايحة فيه الكورة والسكوت كان سكوت من اللاعب نتيجة إيه؟ طيب كابتن هو السؤال هنا بعد إذنة هو يعني الكابتن أحمد حامدي مش من الوجوه المألوفة لنا الفترة الأخيرة هل هو كان بعيد عن بريات وجابوه النهاردة؟ هو أولا أحمد حامدي هو يمكن بقاله فترة ملعبش لنادل أهلي النتيجة إنه كان فيه مرائب لكده لنادل أهلي من فترة جيش كان حصل فيها بعض الأهل والجيش الأهل والجيش وكان فيه بعض الحالات كده ولكن هو بقاله فترة مجاش لنادل أهلي بتاع واحد واحد بالزبط كده وده ما يمنعش إنه هو حاكم كويس ولكن سوف نقول النهاردة لجوة أحمد لابد النهاردة يكون يعني أفضل من كده في هذه المباراة تكلم على كمان معيير العقوبات الانضباطية كابتن أيمن هنشوف هنا المعيير هنا تقريباً فيه عندنا أخطاء لم ينشر الحكم فيها البطاقة السابق طب معلش يا كابتن معلش هو السؤال برضو تاني يعني أنا كلجنة بجيب حكام والراجل الكابتن أحمد حمدي معك كيام اللي احترام ليه كان عامل مشكلة في ماتش الأهلي وصلاة على الجيش وتم احتساب خطأ وجي منه جول صلاة على الجيش أجيبه للنادي الأهلي تاني هو فندم هو متوقف نتكلم في فترة تقريباً سنتين يا كابتن أيمن فترة دي فترة تقريباً سنتين يعني ممكن بقاله سنتين أو سنتين وأكتر ملعفش لنادي الأهلي هو النهاردة لكن الحكام بتشوف إن هذا الحكم نحن قد نرجعه يعني إن نضي له أهلي أو نضي له زمالك لأن خاصة إن الدنيا بقت يعني مريحة وبتاني هو بدي له فرصة كمان إن هو يتواجد في وسط الحكام الكبر نروح لي الحالة التانية ونشوف دي حالة يعني هاقف بس كده مخرجنا العظيم هاقف هذا الحكم تمركز إيرك في تمركز كابتن هاني تمركز الحكم في هذه الحالة نرجع كده تاني ونشوف المخالفة يعني بينه وبين المخالفة تقريباً دي يا كابتن ما تدرش فيها حاجة ستة متر حنشوف المخالفة هنا نرجع تاني بطيق طيب دي نفاشي النظار دي يا كابتن ما نهجعلك بس نشوف الحالة كمان يعني نشوف العادة اللي جاية ونشوف متحسابتش فاول متحسابتش فاول على بيشوف العادة اللي جاية تاني عادة في عادة عندي موضحة ماشي تمام الصق هنا كابتن هنا بنقول للصرزات خلي بالك المنطقة دي دي اللي بنوع عليها الصاق دي كلها بالصرز وهنا القدم مش نازل تحت القدم هنا فوق يمكن واخدى السمان واخدى الساق يبقى هنا في حدث حصل مهم جداً انا باستغرب ازاي احمد ما حسبش يعني هو ما حسبش اصلاً المخالف وبالتالي انا شايف ان هنا اراجم ان هو كان قريب جداً جداً وبرضا بنتكلم في التفاصيل الدقيقة للحالة احمد من فضلك خلي بالك فيه المهاجمة ان هنا فيه على الاقل بقول على الاقل اقصد رجالة تطور حد بطاقة صفر طبعاً ولكن انت ما حسبش المخالفة ولا انت اشهرت البطاقة الصفراء ده ممكن يكسب بيح ممكن هنا يحصل فيه كسر طبعاً ممكن وارد ولكن هو احمد الشيخ شال رجل شوية خفف من القوة او السرعة بتاعت الاساس نروح للحالة اللي بعد كده برضاك بنتكلم فيه هنا انا بلعب هنا من حقيقة لعب كابتان ايمان وهنا اللعب هنا بيلعب بجي تحسب ضرب الجزائم اللي كده على ايه؟ اتحسب ضرب الجزائم انا باستجاب اللعبة دي بعمل مقارنة ما بين اللعبة دي والحالات اللي حصلة هنا اللعبة حالة من الحالات ان هنا اممكن حتى القدم بتاع اللعب يعني حد يقولي ده ممكن نجح في لعب الكرة بس انت نجحت في لعب الكرة ولكن هنا ايه؟ شوف الرجل هنا فيه تلامس كمان في الراس يبتحسبتش كمان فولة كمان وبالتالي هو طبعاً هو ما حسبش المخالفة وقدة رمي التماثل لعبة من اللعبة مهمة بنقول هنا ان القدم هنا اه ممكن تكون لعبة الكرة ونجح في لعب الكرة ولكن هو كمل بعد كده في الراس اللعبة نروح لي الحالة بعد كده تمام تمام هنا طبعاً حالة من الحالات احنا بجيب الحالات كلها كتنا ايماً ايه؟ للناد الاهلي والعلى الناد الاهلي نزول طبعاً حالة هنا مهمة جداً وقلنا المهاجمة دايماً لابد انك انت تدي انزولها انا بقص بقول حاجة مهمة جداً للحكام عندما يكون اللعب كتنا علاء رايح بمهاجمة فرصة اللعب بتبقى قليلة ليه؟ انت بتاع المهاجمة انت وحظك ياخدت الكرة ياخدت رجل ايه؟ اللعبة انت كحاكم مفتوط يبقى عندك التفاصيل بتاعة الحالة دي تنشف ان هنا الدخول هنا مهاجمة من رامي شوف الحالة ثاني والحاكم يبعد تقريباً خمسة متر وبالتالي هنا احتسب المخالفة بدون ان هو يشهر البطاعة نمر ونروح الحالة بعد كده طبعاً هو هنا ادى احتحت الفرصة وطبعاً الهدف اللي اتلغى ده اللي بكلم فيه كتن ايمن اللي احنا خدنا تريباً من سبعة من ديئة سبعة وربعين ونص خدنا لحد ديئة واحد وخمسين ثلاث دقايق ونص مراجعة لحالة الفرصة شوف الحالة هنا يمكن عندنا زاويتين بس كتن ايمن هنا هي زاوية هو هنا الحاكم احتسب الهدف ورجع يعمل شك مع الفارد هو راح للفارد نشوف هنا هل جت في الايد هل جت في السبع عندي زاويتين بس هنا يا زاوية بتقول ان هي جت في الايد نروح الزاوية التانية ونشوفها هنلاقي هنا برضك عندي زاوية تانية غير زاوية ديت نشوف زاويتين بس بصرف النظر عن القرار ولكن احنا بنمشي هو راح للفارد ولجا الهدف ولكن من غير المعقول قبل بقى انا عندي قناعات نشوف الزاوية هنا بقى الزاوية التانية تمام مخرجنا العظيم تمام نشوف حد الديني هنا فيه صورة توضح ان الكرة جت في الايد او في السبع مش واضح يعني هنا الصورة مش واضحة مش واضحة كابتن نعيم انا يقول فهم سلازل لعب من فضلك ده هدف تلغى لابد نكون عندي قناعات انا كحاكم وكمشاهد نتجيب لي زاوية رؤية واضحة جدا جدا ومع ذلك احنا بقول هنمشي مع قرار الحاكم وقرار الفور نعدي ونروح للحالة اللي بعد كده نشوف الحالة اللي بعد كده طبعا ايمن اشرف هنا وبنقول هنا المخالفة وهنا تعطيل الهجوم الوعد كابتن ايمن هنا على طول دي مفيش كلام عندي اللاعب هنا لا صفر لو رحنا من لايف هنشوف اللاعب لا صفر بتاع تنته من اول خالص من اول كابتن خالص لايف ونشوف هنا كان عنده امكانية يعني اللي لم ترتقب المخالفة هنا ستوب هزي المخالفة اللي لم ترتكب عند اللاعب عنده حلول يروح نحية الشمال ويعدي ومر ويعمل باست اللي جاي او يعمل دريب الوروح يجيب هون فهنا الانزار هنا صحيح لتقطيل الهجوم الواعد اللاعب نادل اهل امير اشرف نروح له الحالة اللي بعد كده تمام حالة هنا في التسلل وهنا بقول بحيل حكم رضا جبر حكم مطقة الشارعية احنا قلنا دائما كانت نأمن هنا فيه هجمة يعني هجمة عشان بردك نوصل الناس رسالة لو يكون فيه هجمة وممكن تروح على المرمى يجي منها هدف هو النهاردة رجل في اللحظة دي خاد القرار بالتسلل بسه رفعش ولكن هللاحظ انا هنمشي وحلاقي ان هو بعد ما الهجمة ما انتهت احتفظ بالقرار وعمل تأخيل القرار وراح رافع الراية وبالتاني انا بشيت به في الحالة بتاع التسلل الحالات اللي عندنا ولكن بشكل عام كانت احنا بنقول تاني بقول من فضلك اليجب ان يكون عندك معايير او التمييز ما بين المخالفات الاهمال والتهور والستخدام كوة زايدة دي واحد نمرة اثنين يدارة الوقت وحق الفريق مهمة جدا تديره الوقت نمرة ثلاثة بلاش تشاور بيدك اكتر من مرة في اكتر من لعبة بما الفار يرجعك هتعمل لنفسك مشكلة بشكل عام هو نقدر انه مر بالمباراة اخطاء لا تؤثر في نتيجة ماركة من ايمنة الاهلي كسب وبالتالي بنقول نتمنى لحمة حمدي في الموتر الجاية ولجنة الحكام التوفيق احنا بندي الحكام السعادين عشان نوقفهم مع رجليهم ان احنا عندنا قيمة دولية في الفترة اللي جاي اخر حاجة ممكن اخر خبر هقوله بنقول ان الكاف عمل معاصر كاركة يوسف للحكام اللي هما هيديروا اللقاءات الابن النهائي والنهائي تم اختار عشرة حكام في الفترة من عشرة اللي جاي عشرة عشرة في مصر هنا لحد يوم اربعتاشر بانه هيتم التعيين بعض الحكام لإدارة المردد نتمنى ان شاء الله توفيق الالتحاد الفريق في القاهرة هنا من عشرة الاربعتاشر والعشرة حكام عندنا حكام اللي هما ممكن باملك بكاري عندنا مصرف غربال عندنا حكام كثيرة جدا زمان ان شاء الله يكون الافضل يدير المباراة الاهل شكرا جزيلا خبرنا التحكمي كابتن مصر عباس وانتهى الفقرة التحكمية عزيزيها مشاهدين بنصر لنهاية الاستوديو التحليل لمباراة الاهلي وطنطا والانتهى بفوز النادي الاهلي واحد صرف الف مبروك للنادي الاهلي نشكر نجمنا الكبار اللي امتعونا وشرفونا كابتن المهوب كابتن علاء ميهوب الف شكر كابتن محمد يوسف الف شكر كابتن عادر مصطفى الف شكر كابتن هاني العجيزي وشكر لكم ايضا اعزائي مشاهدين على حسن المتابعة وعلى امل ان نلتقي بكم مرة اخرى والستوديو تحليل اخر لكم مني اطيب المنى واراق تحياتي اشتركوا في القناة